السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يا رب يا رب إن عظم الذنوب في الورى كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم ربي دعوتك ما أمرت تذرع فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجى وجميل عفوك ثم إني مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وطهر أهل بيته من الرجس تطهيراً وصلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدخ الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي يهدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع والضلالات والنار ونسأل الله أن يدخلنا وسائر المشاهدين وسائر المسلمين الجنة مع الأبرار رب اغفر لي ذنبي وإسرافي في أمري واشرح لي صدري ويسل لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه بها قولي اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك اقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا محرفين اللهم اقبضنا إليك سالمين اقبضنا إليك على اليقين التام يا رب العالمين أصلح لنا نساءنا وبناتنا وأولادنا ورجالنا وشبابنا وأصلح لنا بلدنا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اقبلنا قضاء الخير اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خير يا رب العالمين وردنا به وقنعنا بما رزقتنا وأسعدنا بما وهبتنا اللهم أقنعنا بما رزقتنا وأسعدنا بما وهبتنا اللهم اجعل أيامنا كلها أيام خير وأيام سعادة واجعل عاقبتنا في الآخرة مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخوتي أحبتي في الله مع هذا اللقاء الثاني من لقاءاتنا مع هذه السلسلة الجديدة من دروسنا أسأل ربي أن يبارك فيكم وأن ينفعني وإياكم بها مع هذه السلسلة الجديدة مع صانعات الأجيال ومربيات الرجال مع هذه السلسلة المباركة من النسوة التي صاحبنا رسول الله وتربين في مدرسة النبوة من أهم معالم هذا الدين أنه اعتنى بالمرأة أيما عناية لما عرف من دورها وقدرها وعلو شأنها وتأثيرها فإن أردت مجتمعا سليما فتخير أما سليما إن أردت مجتمعا قويا فتخير أما قوية إن أردت مجتمعا متعلما عالما يواكب رجب الحياة فتخير أما متعلمة متفقهة إن أردت أمة صابرة أمة ثابتة أمة متينة قوية واعية فتخير أما صابرة أما واعية أما ثابتة أما تعرف حق أولادها وحق زوجها وحق مجتمعها عليها لأنكم تحبون الكلام بعيدا عن الإسلام فإن الغرب الذي نحاول أن نواكبه أو نظن أنه في تقدم ونتشبه به عرف قدر المرأة وشأنها وعرف أن الإسلام لا يؤتى إلا من قبل المرأة فأراد أن يخرجها من خدرها من حيائها يخرجها عن دينها يخرجها يخرجها عن معالم دينها وشريعتها يفتنها بالزينة والمكياج والمتع والأفلام والمسلسلات والشهرة فانقاد الكثير من النساء وراءه بل انقاد كثير من الرجال وراءه أي وراء الغرب لأنهم عرفوا شأن هذه المرأة في دين الله عز وجل هذا نبيليون بنبرد زعيمهم وإمامهم في العلمانية يقول الأم التي تهز الطفل بيمينها تزلزل عروشا بشمالها الأم التي تهز طفلها أو المهدى الذي فيه الطفل بيمينها تشل عروشا بشمالها لهذا اهتموا بالمرأة فأول من دعا إلى خروجها وسفورها وإعراضها عن دينها وإطلاقها في الشهوات والملذات هم الغرب هم الذين عرفوا خدر المرأة في الإسلام لكننا لا نواكب هؤلاء في ضلالهم ولا نحجب المرأة عن دورها وعن كيانها بل إننا نقول إن للمرأة أثر عظيم في إصلاح المجتمع في قوته في غناه في تماسكه في ترابطه في بنائه في علومه لهذا يقول القائل لأبنائه وأول إحساني إليكم تخيري وأول إحساني إليكم تخيري تخيري لمن؟ لما جدت الأعراق باد عفافها وأول إحساني إليكم تخيري لما جدت الأعراق باد عفافها أول إحسان الأب إلى الأبناء أن يتخير زوجته التي هي أم أولاده أول الإحسان إلى الأبناء أن يتخير الأم لماذا؟ لأن الأم هي المربية هي الصانعة هي التي يتخلق الولد بأخلاقها ويتأذب بآدابها الأم ترضع ولدها الصدق مع الحليب ترضع ولدها الصبر مع الحليب الأم ترضع ولدها الصلاح والعفاف الأم ترضع ولدها الحنان والرحمة والرأفة والإحسان والبر الأم ترضع ولدها لما ترضعه طفلا صغيرا ترضعه المكارم والفضائل لهذا كان اختيار الأم مهم وأول إحساني إليكم تخيري لما جدت الأعراق باد عفافها ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أن المرأة إنما تختار لدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك يا من لا تعرف قيمة الأم والمرأة في الإسلام اسمع إلى نبي الإسلام وقد راعى الله عز وجل المرأة حق رعايتها لأنه يعلم أن أثرها بالغ أن أثرها عظيم في المجتمع تعالوا بنا إلى واحدة من الماجدات إلى واحدة من الصانعات إلى واحدة من المربيات نسعد بصحبتها ونتعلم من حياتها من البادية جاءت وتربت وترعرعت ثم تزوجت وأنجبت ثم هاجرت ورحلت ثم من الله عليها بأن سبقت إلى الإسلام فأسلمت وإلى الإيمان فآمنت وإلى الهجرة فهاجرت وإلى الجهاد فجاهدت وإلى التربية وصناعة الرجال فصنعت وربت إلى واحدة من هؤلاء نعيش معها هذه الليلة سائلين ربنا عز وجل أن يمن علينا وعلى نسائنا وعلى بناتنا بالعفاف والصلاح والهداية والرشاد والقوة في الدين والمتانة في اليقين والرقة والحنو في معاملة الآخرين إنها واحدة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها من الحور العين وللعلم هذا الحديث ضعيف لكننا نرده أو نقوله لا على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حديث ضعيف لكنني أقول إني لما أتكلم عنها أشعر في رقتها في حنانها في جمالها في إحساسها في حنوها في حسن معاملتها لزوجها وأولادها كأني بها من الحور العين من سره أن ينظر إلى مرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه إلى من؟ إلى أم رومان أم رومان زينب بن تعامر بن عويمر بن عبد شمس الكنانية نشأت وتربت في بادية من بوادي صحراء الجزيرة الواسعة في مكان يقال له السراه تربت وعاشت هناك وكبرت ونمت وترعرعت وأينعت وصارت فتاة مؤهلة للزواج فتقدم إليها رجل من قومها ليخطبها ويتزوجها هو عبد الله ابن الحارث ابن سخبرة عبد الله ابن الحارث ابن سخبرة الأزدي من قومها تقدم إليها وتزوجها وعاشت أم رمان مع زوجها عيشة الحنان والهدوء والسكينة وأنعم الله عليهما بأن أنجبت ولداء هو الطفيل ابن عبد الله الطفيل ابن عبد الله ابن الحارث وهناك روايات يقول إن زوجها الحارث ابن سخبرة وروايات تقول وهو الآكد عبد الله ابن الحارث ابن سخبرة فأنجبت الطفيل لعبد الله ابن الحارث الأزدي وعاش حياة سعيدة آمنة مطمئنة لكن عبد الله ابن الحارث زوج أم رمان كان يحن كغيره من العرب إلى جزيرة العرب إلى كعبة إلى كعبة الله عز وجل إلى مكة المكرمة الكل تهفو نفسه إلى هناك الكل يحن فؤاده إلى هناك بدعوة خليل الرحمن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئذة من الناس تهوي إليهم الأفئذة تهوي وأفئذة من الناس التي تؤمن وتهوي أفئذة من الناس يحركها رب الناس أفئذة من الناس يختارها رب الناس أفئذة من الناس يصطفيها رب الناس لتهوي إلى بيته وتحن إلى الطواف حوله أسأل ربي أن يجعل قلوبنا إلى هناك تحن وأن يجعل أرجلنا إلى هناك تسير وأن لا يقطع عنا أبداً ولا عنكم زيارة بيته الحرام ولا تعظيم هذا المكان عبد الله بن حارث كغيره من العرب تشتاق نفسه لأن البيت يحج إليه العرب منذ أن بناه منذ أن أقام قواعده إبراهيم وإسماعيل الكل تهفو نفسه إلى ناك فخرج عبد الله في رجب من قومه لزيارة مكة المكرمة حاضرة الدنيا لزيارة مكة المكرمة حاضرة الدنيا في ذاك الزمان مكة هي مدينة المدن هي أم القرى هي المكان المأهول بالسكان منذ أن عمره إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رحل عبد الله إلى مكة ومتع عينيه بالنظر إلى بيت الله الحرام وطاف كما يطوف الناس ومشى في ضروبها وسككها وعاش أياما هناك فتعلق قلبه بهذه البقعة تعلقا لا مثيل له لأنه ما من أحد يزور هذه البلاد المباركة ولا هذه الأرض المباركة ولا هذا البيت المشرف إلا تعلق قلبه به ووالله مهما زرته كلما زرته تزداد له شوقا وتزداد له حبا لا تمل أبدا من النظر إليه كم من واحد ذهب إلى هناك وهو يرى هذا الجزء الأسود البقعة السوداء في وسط المسجد الحرام يرى هذا البناء الأسود يرى فيتعلق قلبه به رغم سوادي سطرته لكن جماله لا يضاهيه جماد يتعلق القلب به شاء أم أبى مما دعا به إبراهيم واجعل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واجعل أفئذة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات